طرد الفرنسيين من مصر عام 1881 بعد احتلالهم البلاد لمدة ثلاث سنوات أنشأ الجيش المصري الحديث الذي أصبح أحد أقوى الجيوش في المنطقة بنى العديد من المصانع والمنشآت الاقتصادية مما أدى إلى ازدهار الاقتصاد المصري أسس المدارس والمعاهد التعليمية مما أدى إلى زيادة نسبة المتعلمين في مصر جعل مصر من الدول المتقدمة في المنطقة وذلك من خلال إصلاحاته في مختلف المجالات إنه محمد علي مؤسس مصر الحديثة